الفنية للمباراة أنا دي ذكرتني حاجة يعني في الثمانيينيات أول تسعينات دائما بتلقى المنتخب السوداني أول هلال أول مريخ لما نكون لعب مباراة خارجية عنده ربع ساعة الأول بمارس فيها شتى أنواع الضغط والهجوم على الخصم يعني في بداية المباراة يمكن المنتخب السوداني بدأ بيرتم عالي ودغط المنتخب المغربي في منطقته بشكل كبير ودخل لأنه تصهر ووسع دائرة الملعب ظهرت مساحات كبيرة في أصحرة الدفاعية لمنتخب المغربي نتج منها الهدف ونتج منها تاني انفراد عن طريق العمق لكن عدم التحضير يعني انفراد صريح بالمرمى ومواجه لكل الزوايا أعتقد أنه ده هنا عدم التحضير الزهن الجيد للعب السوداني وده واحدة من الأزمات ضاعة المنتخب السوداني كان بيستغيل برضو كذلك الضغط الجماهيري الكبير اللي كان بيتوفر ليه كان بهاجم ربع ساعة لولا ربع ساعة تاني ربع ساعة تاني بدت خطورة المنتخب المغربي تصهر وغير من فلسفته التكتيكية بأنه كان في البداية بحاول يهاجم عن طريق العمق اللي قال إنه نحنا قدناه خط 18 وفي المنطقة الدفاعية حقاتنا قلنا ميقفلين قد مرمعنا بشكل جيد طوال على طول حرك غير أعتقد أن المدرب كان عنده زكاء عالي غير طوال لطريقة لعبه بدأ يلعب على الأطراف على العكسيات قبل القوم بتاع التعادل كان في فرصة عكسية أول واحدة يضرب داخل خط 18 حصلت مساحات ما بين ووسعت المساحات ما بين غلبي الدفاع الاثنين نتجت منها هجمة خطرة برضو نفس الحكاية ما جاد هي هدف لكن هذا هجمة خطرة بعدها عكسية استدمت بالمدافع وهدف بتاع التعادل كذلك عكسية تاني بين نفس الطريقة أعتقد أنه عندنا مشكلة كبيرة في التمرقز داخل خط 18 كورة السودانية مشكلات الكورة العكسية أنزية على منتخبات أيها فهدف ده يسأل منه المدافعية تماماً يكون كورة مضروبة من مسافة بعيدة تخلي المهاجم ياخده يعني أنت المفروض تكون تمركزها صح لأنك تشايف الكورة ما شوين حرص المرمة كذلك المفروض كان ياخد خط وما يكون واقف في خط 18 وما يخلي